لتحضير أناناس مشوي ومكرمل مع الآيس كريم فانيلا بدنا أناناس فرش يعني طازة يعني مش معلم مقشر ومقطع ربع كوب من السكر البني من الكسيح ربع أصبع زبدة أو بخاخ إذا عندك وتحبي بصير معلقة صغيرة من القرفة المطحونة هذه لخلطة الأناناس وللتقديم رح أقدمه مع الآيس كريم فانيلا وهي السمك صار جاهز بالشكل النهائي وزي ما قلتلك الخضار سلقتها خلص شممتها النار شوي ما في داعي أخليها ضلت شوي بالفرون أخسر القيمة الغذائية الموجودة في البروكولي أخسر النكهة الصح للجزر هاي الخضار مسلوءة ومضبطة ومبخرة وعال العالم تمام؟ يال بسم الله الرحمن الرحيم هلأ رح نجهز حالنا للأناناس جبت حبين أناناس الصبح قطعتهم وأخدت منهم هدول القطع إذا حبيتي تخلي المنطقة الوسطى منها بصير يعني هذا إشي برجع لك بس أنا بحب شكلها عندي الأكل ممكن أنت تاخدي بي السكين حواليها وتخلي البائد موضوع القرفة بدنا قرفة مطحونة بدنا كمان سكر بني من الكزيح سكر البني خليني أورجيكي شوفي على الستيشن قدامي في سكر بني بالسوق لونه فاتح ما تشتري مش ذاكي وما بكرمل وما بعطيكي الشغل صح دايماً نشتغل السكر باسمه سكر بني لازم يكون بهذا اللون ولازم يكون حبيبات بعدين السكر البني سهل إنه يبرد شو يعني يبرد؟ بيلزق ببعضه ويفقد نكهته شوي شوي أحفظه بالتلاجة؟ لا بس بدك تحفظيه بإشي مغلق يعني كيس الكسيح مثلاً ما رح نخسرهم أنا عندي الستيشن ضيف ورح نستخدم اللي وقعه هون في محكم الإغلاء أجا ابني طال شغلة زاكية طال علبة الشوكولات دهن أياً كان وقع الكيس ما بيقع منه ولا حبة إذن مش بس ما بيقع تمان أنا ضمنت إنه ما فيه هوى يفوت على المنتج الغذائي من الداخل فبالتالي داي ربالي عليه تحطيه بخزانة بعيدة عن الشمس خزانة المونة وأمرك إن شاء الله بالسليب رح نجيب للبولة اللي بدنا نشتغل فيها برجع بقول رح أستخدم من التفل اللي وقعت رح أحط معلقة صغيرة من القرفة هلأ القرفة إذا شمت ريحة النار القريبة اللي مثل القرل بتمرمر مش بس لون قوي إذن منخلي إيدنا خفيفة من القرفة حسب الكمية المستخدمة وبدنا نجيب سكر بني المقدار اللي أعطاتك إياه للخلطة الصح هلأ السكر البني سكر فشو رح يسويه رح يرخي جزيئات السكر اللي فيه الحلة مع حرارة الغاز مع القرفة حبيلزق هلأ هو بلزق عليها لحبة الناس بس لما أحطه على الغاز أي أنا اللي قرل شقال ورح أعلي درجة حرارة الغاز بدي تشوفي قدامك ع درجة حرارة الغاز الأناناس برخي السوائل اللي فيه ما هو فواكه بتنزل السوائل بتسحب معها شو بتسحب معها السكر البني والقرفة طب أنا كيف بدي أشوي رح نشوي بعملية الكرمل اللي بتصير بأسفل القرل هلأ عندي حبة الأناناس يا أما بتسيحي زبدة أو بتجيبي زبدة بخاخ من الكسيح أنا هيك وهيك رح أعمل تمام فرح نبخها كله هذا بنزل زيادة بنزل بالمقلاية فلا تخافي بخيتها أنا ببخاخ الكسيح تمام بعدين رح أجيبها عشان ألزق عليها الخلطة اللي أنا بدي أحطها على الأناناس واللي هي سكر بني وقرفة هلأ شو بصير في محلات كتير بعد الحلة بحطولك إياها على المنيو شو بيسوي بيشوحها مع زبدة وبعدين لما يجيب لك إياها وهي بالمقلاي أو على القرل بس بيرش عليها قرفة وسكر بني بيخافوا أنه يضرب النكهة معاهم فإحنا رح نسوي زي الصح رح نعمل عليها هاي الطبقة هايها تمام رح نحملها على هذا بالطبقة ونروح فيها وين على القرل اللي درجة حرارته عالية شوفي هلأ شو رح يصير بعدين رح أجيب شرحة زبدة واحدة وبعدين بدك تطولي بالك في موضوع الشوي اسمه شوي إذا مش بدي أيقتين بصير رح نحط شرحة زبدة نبلش إحنا شوية شوية لحتى على القرل يشتغل شغله رح نعمل كمان طبقة من التغطية بهالشكل ونشوف شو رح يصير أنا مجهزة أكيد بس أنا بدي أورجيك على الهوى عشان لما تطبقي بالبيب تدعيلي بتكوني مبسوطة من الوصفة ما إشي روح كباب لا سمح الله تمام رح نروح فيها على القرل كمان مرة ما بدي تنحرق الزبدة إذا أنا لازم أوزع درجة حرارة القرل هالشكل هتشمني ريحة خرافية أحد الزملاء قبل شوي بقولي عم بحاول أصيد النكحة اللي بتعملي فيها مش عارف شو عامل إنتي اليوم فهي هاي نكحة الزبدة صراحة خرافية مع السكر البني والإرفة هلأ شو بدي أسوي رح أحركها رح تصير تشوفي في شوية سائل في القرل صار طلعي هلأ هون سخن عندي الأناناس شوي شوي رح نزل السوائل الطبيعية الموجودة فيه ورح ياخد القرفة والأناناس معه طب أنا كيف بدي أرجع أحط عليهم عشان أنا أشوفه زي اللي الشيف رح تورجيني هلأ على الهواء اللي زادت الخلطة بعد ما ينشى ووي خلص وتنشف مية الأناناس من القرل بح نرش رش كرمال يعلق على الحبة ويرجع يكرمل عليها وبعدين أنا لما أجي باكلها رح أحس في النكحة هلأ هذا صراحة في بعض الرحل بعد المشاوي ممكن تعملوها زي هيك على الشبك بس نار الفحن بدها تكون هادي على الآخر ممكن يضفي لأنه الأناناس رح ينزل السوائل شايفة بلشت الأناناس هي السائل طلعي بلشت السوائل تنزل فكل اللي أنا حطيته على الأناناس راح في الشي فعشان يضل آخر إشي عندي الشوي رح أنزل عليه رش من الخلطة اللي أنا عملتها خليني أورجيكم شو الأناناس صار فيه ليش بقول لك كلي سخن؟ لأنه رح ياخد كل النكهات وتضلع الآن فيه متضل معلقة في حبة الأناناس من جوه شايفين هذا السائل اللي نزل؟ هذا ميت الأناناس الطبيعية السكر الطبيعي اللي موجود بالأناناس هل طعمه أناناس طبيعي؟ لا، أناناس فيه حلاوة ولسع التدخين بسبب وجود الزبدة اللي عليه وأنا حطيته على القريل شايفي شرحات القريل؟ فبدك تطولي بالك عليه لازم ياخد هذا اللون إذن هو بدي وقت فهيك لسه هو ني لازم ياخد هذا الشكل شكل الأناناس المشوي أنا بتمنى تجربوها لأنها صراحة عالم آخر من أنواع الحلة والنكات الكتير طيبة، مو شوي خلينا نجهز مكاننا لتحضير الطبقة وهي أنتو عم تشوفوا معي الزملاء على الهوى مباشرة بس برجع بقول لك سخن، كلي سخن من المئلاية، سلام شايفي بلش يتكرمل معاي السكر البني، ما عندي سكر بنية شايفي دي أجيب سكر أضياب، بس يرس بس ألي للكمية وكمان راح يغير اللون فنوعا ما، مش غالي السكر البني، منتجات الكثيح موجودة بكل مكان، متوفرة للجميع، أسعارها منطقية جدا جدا، مو شوي، يعني بعيدا عن المبالغة بالوصف، بس فعلا جدا منطقية بالنسبة كمنتج، وإحنا مش دائما منستخدمه، بس كتير بفرق معاك بالشغل، كتير طبعا درجة حرارة الغاز ده تكون عالية، عشان إحنا عم نعمل تشك للمادة الغذائية عم نعملها ضربة بدرجة حرارة الغاز عشان أسحب السوائل بسرعة وأستوي بسرعة هلأ كل ما إنتي هديت الغاز، كل ما صار بنطبخ طبخ، فبصير زيه زي المسلوك، تمام؟ هلأ هون أنا شو بدي أسوي، بدي أجهز التقديم، صباح الخير يا إبراهيم صباح الخير يا شيف يا هلا وميت مرحبا شو أخبارك، كيف تحتك؟ أنا منحة الحمد لله، رضا، شكرا الله والله ما شاء الله، والله طبخاتك ذاكي والله يسعدك يا إبراهيم، كيف أمورك أنت وكيف الأهل؟ أحب أبارك في السوتيه لبنة عمتي أم مؤيد يا ريتو ألف مبروك، مبارك الله يعافيك يا شيف الله يسعدك، طول عمرك أهلا وسهلا فيك يا إبراهيم، صباحك سعيد أنا جبت أيس كريم فانيلا لما بنقول فانيلا، إذن إحنا عم نحتي عن أيس كريم تقريبا نكهته سادة ما فيه أي نوع من أنواع الإضافات نهائيا وصراحة صراحة صراحة جيبي نوع أيس كريم ذاكي عشان يفرق معاك بالطعم، فبتأخدي معلقة، نجيب حبة الأناناس، نحط عليها سكوب آيس كريم فانيلا، ونحط عليها سيرب كرامل، وبنقدمها للزبون بصحن فخار، له هيك شكل معين تمام، يا سلام، شايفة؟ هذا الشوي، هذا هو اللون فلا تقلقي، هلأ هون أنا بقلبها، شايفة؟ بهدي النار، بتركها مكانها، ما بقرب عليها عشان ما أنزل صوائل الأناناس منه، رح نشتغل على موضوع التقديم، مصبح على كل شركائنا بمطبخ التلفزيون الأردني، الله يعطيهم الصحة والعافية دائما، وإن شاء الله بالطليعة بكل الأحوال، أنا جبت أنصاف حبة أناناس تمام، حطيت شرحة اللي هي من الكعب، ورح أقدمها زي هيك، نحط فيها الأناناس المشوي عليها إيس كريم إلى آخر هي، بما أني أنا عاملة كمية، وخلينا نقول أنا عند ضيوف بالبيت، وبدي أقدم كمية، مش صحن لفرد واحد، تمام، هالشكل، أوكي، رح نقدم الأناناس، بسم الله، يعني شايف الحب رقيقة بايدين، بيّن أنه مستوي مشوي مش نايم، وهذا إشي كتير مهم بالموضوع موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 صامت يعني ما إلوش أي ديكور يخطف النظر فعادة ممكن نخطفها بألوان الفواكه وممكن نخطف الزاوية البصرية باستخدام النفس المكسرات وإذا كانت مكسرات ممكن تحطي قرانولا بزبط الإشلاء هيك بتصير وصفتنا جاهزة بنقدمها للناس الطيبة ويعني نوعا ما في عندي انسجام بتوزيع الألوان وصحوا هنا على قلبكم إن شاء الله أتمنى جربوها أنا حطت لكم السيرب لبانكيك من الكسيح الحلو أنه في أنواع سيرب السوق مزعجة حلاوتها مزعجة وفي أنواع خلينا أحط لكم تشوفوا القوام في أنواع كمان بتكون تقيلة وفي أنواع خفيفة هو شوفي صراحة طلعي طلع كيف قوامه ولونه وخفيف وبيحلي أنا وحبه من عند الكسيح البانكيك سيروب فممكن تستبدلي بدل الكرمل نعم ممكن يعني هذا إمور شخصية وهيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم وصارت جاهزة لنقدمها للناس الطيبة والغوالي والحبايب بكل صحة وهنا وسعادة